اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيدة نيفين جامعة وزيرة التجارة والصناعة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة لكتو مصر لصناعة ألبان الأطفال وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي وقد وجه السيد الرئيس بالتنصيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع لكتو مصر لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار وذلك بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة لتعطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة وقد تم استعراد موقف إنتاج لبن الأطفال من قبل شركة لكتو مصر والتي تمتلك أكبر مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ويستخدم أحدث المعدات التكنولوجية العالمية المتخصصة في هذا المجال فضلا عن قيامه بإنتاج أغذية الأطفال الخاصة والمكملات والمكونات الغذائية كما أن الشركة تتمتع بأعلى إجراءات الرقابة والتحكم على منتجاتها المتنوعة التي تضمن جودتها وسلامتها اشتركوا في القناة